ما البدريين والصدريين هما يعني كانوا في مقدمة التيارات التي قادت الجماهير وقادت الشارع ووجهت العملية السياسية وكان سمحت السيد مقتدى الصدر وكما هو الحاج العامري هم أس العملية السياسية لكن الطرفين لم تسنح لهم الفرصة في أن يقفزوا إلى الواجهة ولم يعني يتسلموا مقاليد الأمور كانوا حكام ظل وقادة القادة الخط الثاني في حكومات من إسلاميين كحكومات حزب الدعوة المتتالية منذ حكومة الدكتور الجعفري وحكومة السيد المالكي وحكومة السيد العبادي كنا يعني وزراء قيادات خط ثاني أو قيادات ظل في تلك الحكومات في حكومات الليبرالية كذلك مثل حكومة دكتور عد علاوي وحكومة مصطفى الكاظمي كذلك كنا وزراء وقيادات خط ثاني في حكومة المجلس الأعلى إذا شئت مثلا حكومة دكتور عادل عبد المهدي كذلك لم نتبوأ أو نتسلم مقاليد الأمور حتى يعني تخلونا على يعني مصطر لهذا وتجزرنا هذه الجزرة القوية ياسر النجم لحد الآن نحن نحاول كل عمي احنا يعني فوازيح واكفين بمجلس النواب نوابنا وكتلنا ووزرائنا واكفين بمجلس الوزراء يعني مصدات تغرف مجلس النواب يشهد يعني عراق قوي في أغلب الأحيان ويشهد يعني منذ الفينة والأخرى تنزاحمات في أشياء السياسية بين الأقطاب السياسية وبين الكتل والأحزاب فإحنا قاعدين انفازع لأكثر والأقل شوال إحنا أتر صدري ليش زين إحنا ما تسنمنا المنصب الأول أبو ميثاق العزيز حتى نجزر هذه الجزرة وحتى تحملنا مسؤولية ما جرى للعراق منذ 2003 لليوم مع العلم أنه نمتلك الشجاعة أحترم رأيك يا أستاذ العزيز البشر الذي رافق هذه العملية وما نتهرب ما نتهرب من كل الذي رافق هذه العملية أستاذ أبو ميثاق أنا أحترم رأيك اشتركوا في القناة